السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة نحكي فيها عن شوية مسلسلات عن شوية أخبار بتخص المسلسلات وبينما نبدأ هذا الفيديو ترك لي لايك عليه وكتب لي رأيك عن مسلسل ساكسشن تحت في الكومنتات نبدأ ومن دون أي تأخير وبسبب أنه كتير من الكومنتات اجت يا طارق ليش ما بتحكي على ساكسشن يا طارق ليش ما عملت مراجعة للموسم الرابع يا طارق من أفضل المسلسلات يحكي عنه عمل أي شيء عنه فأنا من خلال هذا الفيديو راح ألكن وجهة نظري فيما يخص مسلسل ساكسشن بالبداية لازم نتفع على النقطة تعتبر جدا مهمة أنا والله ما ليظالم أنا بعطي فرصة وفلسطين وثلاثة للمسلسلات وبالذات يكون المسلسل في إجماع على أنه هو مسلسل جميل ليستحق المشاهدة هذه أول نقطة لازم نتفع عليها النقطة الثانية أنه هاته مسلسل يا أخي ما ينبلع معي والله جربت أشوفه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة والله العظيم أتفرج على المسلسل والحصيلة أني بصلت على الحلقة الثالثة فقط لا غير تخيلوا أربع مرات حاولت أني أتفرج على المسلسل تفرجت فقط حلقتين وبالزور يعني كتير 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 مغصب حالي أني أنا أتفرج على المسلسل إيش الأسباب تعال أحكي لك بشكل سريع النقطة الأولى أنه المسلسل بطيء بالأحدث اللي هو موجود فيه وأتوقع هذا الشيء واضح ومتفق عليه من الناس اللي بتحب المسلسل وما بتحب المسلسل أنا سألت كذا واحد متفرج على المسلسل وبيحبه قالوا لي أنه إيه المسلسل بيبدأ بطريقة شوي بطيئة ولكن تقيبا يمكن الحلقة السادسة أو السابعة أو الثامنة بتصير الأحداث شوي سريعة وأنا هذا الشيء اللي خلاني أتفرج أو أعطيه فرصة وفرستين وثلاثة وأربعة زيادة والله هي واحدة من أهم الأسباب أنه كل الناس عبتتفع على هذه النقطة بتتفع أنه هذا المسلسل بيبدأ بطريقة بطيئة وبعدين الحلقات رح تتحسن أو الرتم رح يتحسن فهذا السبب اللي خلاني أعطيه فرصة زيادة ولكن ومع ذلك يا جماعة مالي أدران أتفرج عليه في شيء ما بعرف أتوقع فيه غلط فيني أنا المسلسل بتحس مع ملي سحر أني أنا ما أتفرج عليه والله كلما إذا أجي أتفرج على مسلسل ساكسيشن والله بتجيني الناعوسة بحس أنه أنا لازم أدخل أنام فيعني أنا مع الأسف الشديد وأنا أنا آسف يا جماعة المحبي مسلسل ساكسيشن ولكن هذا المسلسل بالنسبة لي هو أفضل مسلسل لحتى أنام أنا والله آسف وأنا بقدر كتير أنه هذا المسلسل من أفضل المسلسلات بالنسبة لكتير من الناس وأنا هون ما ليجا يقولك أنه مسلسل سيئ هون لازم نركز على هين النقطة ولكن ما أجعل المود اللي أنا بحبه ما أجعل المودي المسلسل بعطي فرصة كمان ولا لا ما بعرف بس أتمنى أنكم تحمسوني على المسلسل تحت في الكومنتات أتمنى تحمسوني تعطوني زيادة لأنه مش تي أعطي فرصة زيادة مش تي أعطي فرصة لأنه مسلسل برجع بعيد ما مختلف على أنه هو مسلسل جميل جدا ومسلسل من أفضل المسلسلات من أفضل ما أنتجت HPO هاي الشغلة ما بنختلف عليها ولكن ما أجعل المودي فأتمنى أنكم تحمسوني عن هذا المسلسل تحت في الكومنتات وإن شاء الله بعطيك كمان فرصة وإذا فرشت على المسلسل وعطيته فرصة ممكن أعمل مراجعة كاملة عنه في المستقبل قبل ما ننتقل للمسلسل الثاني جايب لك عرض من منصة ستارز بلاي لمدة سبع أيام يعني أسبوع فري تقدر تتفرج على مكتبة ضخمة من المسلسلات والأفلام والإنميات بجودة خارقة من دون إعلانات ومن دون أي تقطيع أسبوع فري من دون ما تدفعه على الإيراك كل ما عليك أنك تنزل على الرابط الموجود تحت في الوصف تدخل عليه بتختار البلد اللي أنت موجود فيها ومن بعدها بتدخل رقم موبايلك وألف مبروك الاشتراك رح يكون ساري مفعوله برجع بعد وبأكد الرابط موجود بالوصف نطلع شوي من ساكسشن ونطلع من HPO ندخل على نتفليكس وعلى مسلسل وان بيس الواقعي طبعا الكثير من الأقاويل اللي طلعت عن هذا المسلسل من قبل ما كان فيه عننا أي شيء رسمي ولكن ممكن نقول إن المسلسل بشكل رسمي جاينا بعد ثلاث شهور على منصة نتفليكس والنقطة الأهم واللي صار عليها إثارة جدل كتير كبيرة إنه المسلسل الواقعي رح يختصر نصف الانمي بعشر حلقات الموضوع إثارت جدل والناس بلشت تتقيتل مع بعضا وبلش ويهجموا على نتفليكس إنه قلتوا شلوم تختصروا يعني أكتر من خمسمائة حلقات بعشر حلقات طبعا أنا بحكم إنه ماني بتفرج على وان بيس الانمي ما بحسن يعني بعطي رأيي في هذا الموضوع ولكن الطبيعي الطبيعي وقت الإنسان يفكر في هذا الموضوع شلو أنت بتختصر خمسمائة حلقات بعشر حلقات أو خلينا نقول ناخد الموضوع من طريقة تانية أو من منحة تاني إنه الكاتب قعد فكر وطالع شخصيات وطالع أصص وطالع حبكات وطالع أمور كتير 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 بخمسمائة حلقات هل منه ممكن يتم اختصارة بعشر حلقات؟ هذا السؤال يعتبر جدا مهم فأنا من وجهة نظري كأنسان ما لي متفرج على الانمي ما بحف إذا المسلسل رح يجبني ولا لأ لأنه ما ليعرفين الأحداث شلون رح تكون بس للناس اللي يحضروني وان بيس أتوقع إنه ما تتقبل هذا المسلسل إذا منهل الموضوع ما هو منطقي فأكيد وقت تتفرج على المسلسل ما تتقبله يعني ما بحف المسلسل بتصراحة كان مخاطرة يعني لحد الآن أنا مقدر أنه هذا المسلسل مخاطرة كتير كبيرة من نتفليكس يلي بالمناسبة صرفة عليه للإنتاج مبارغ كتير ضخمة يعتبر من أكثر الأعمال يلي كلفت نتفليكس بالإنتاج ما طلعت إحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع ولكن عبي يقولوا بعض المصادر ما في شي برجع بعيد مؤكد وكن عبي يقولوا إنه هذا المسلسل من المتوقع يكون من أكثر المسلسلات صرفا في تاريخ نتفليكس لأنه عم بحاولوا إنه هن يقتبسوا كل شيء مثل ما كان بالإنمي من الجزر للمحيطات للشخصيات للإفكتات للسفن كل هاي الأمور اللي هن أو هي موجودة بالإنمي عم بحاولوا إنه هن يجيبوا للمسلسل الوقع ويعملوا بطريقة ممتازة فبرجع بعيد وبأكد ما في معنومة دقيقة حول هذا الموضوع ولكن هيك عم بيقولوا فمخاطرة يعني أنا برجع بعيد وبأكد هذا الموضوع يعتبر مخاطرة أنك أنت تجيب عمل أسطوري يعتبر من أساسيات الإنمي تعمله مسلسل وقعي وتختصر 500 حلقة أو 10 حلقات مخاطرة كتير كبيرة ولكن لازم أكيد نستنى ونشوف هذا المسلسل مثل ما حقا لها بعد 3 شهور على نتفليكس نرجع شويل عند اتش بي او بخبر سريع جدا ما حق أطول فيه عن مسلسل هاري بوتر القادم طبعا شركة وارنر بروس حاولت أن هي ترجع الكاست الأدين ولكن الكثير من الممثلين رفضوا أنهنين يرجعوا للمسلسل أو يرجعوا أنهنين يعملوا هذا المسلسل وأتوقع أحده هو الطبيعي بما أنهنين بدون يرجعوا يعملوا الأفلام على شكل أو يرجعوا يصيغوا الكتب اللي هي أن عملت عليها على أساس الأفلام يرجعوا يعملوا على شكل مسلسل فمن الطبيعي أنك أنت تجيب ممثلين صغار وتكبروا حبة حبة مع المسلسل ففكرة ان هن يرجعوا الكاست القديم ما كتير كانت محبثة بالنسبة لي وهذا اللي صار ان الممثلين ذات نفسهم ما قبلوا ان هن يرجعوا او قسم منه ما قبل ان هو يرجع وبخبر تاني بعض المصادر كانت تحكي ان المسلسل من المتوقع يكون فيه الاجندات مثل المثلية وموضوع تعدد الاعراق والكثير من هاي الامور ما في اي خبر رسمي عن هاي الموضوع او كل شيء بتسمعوه او بتقرأوه سواء على اليوتيوب على الانستجرام على تويتر على الفيسبوك ايا كان المصدر رح تقرأوا منه اي شيء عن هاي الاخبار هي شيء خاطئ لحد الان ما في اي تصريح لا من اتش بي او ولا من ورنر بروس ولا من المنتجين ولا من اي حدا عن هاي النقطة هل رح تدخل الاجندات ولا لا ممكن يدخلوا الاجندات يعني شيء ما هو مستغرب ان هون يدخلوا الاجندات لهذا المسلسل ولكن لحد هاي النقطة ما في اي شيء رسمي ننتقل للخبر الاخير واللي هو عن شبكة ابل تيفي يلي عنده مسلسل قادم الشهر القادم مسلسل بعنوان هاي جاك حسيت انه اسطح حماسية وبالذات انه ابل تيفي في الفترة الاخيرة عبتعمل اشياء انتاجيا جميلة جدا فانما اتحمس شلون هاد المسلسل رح يجينا او الطريقة اللي ابل تيفي رح اتنتج هاد المسلسل فيه قصة المسلسل بيحكي عن طائرة بيتم اختطافة في رحلة مدة سبع ساعات من دبي الى لندن فسام نيلسون بيستخدم مهاراته يلي تعتبر عالية جدا في المفاوضات واللي هو اساسا بيشتغل بالشركات بهي النقطة بيستخدم هاي المهارات لحتى يحاول انه هو ينقذ كل من على الطائرة هاد المسلسل رح يكون مكون من سبع حلقات وموعد العرضه حيكون بـ 28 يونيو يعني الشهر القادم 28 تقريبا بعد شهر الا يومين برجع بعيد هاد المسلسل كقصة محمس ابل تيفي عم بتانتجه فكما فيه شيء من الحماس يعني بطريقة او باخرى انا حبت هيك اني اقدم هاد المسلسل بطريقة سريعة من دون ما ناخد حلقات عنه اكيد بحنا نحكي عن حلقات عنه بدي هيك اوصلكم الفكرة بطريقة سريعة فيعني خلونا نستنى هذا المسلسل واكيد زكان جميل ممكن او يستحق انه نعمله مناقش او مراجعة اكيد رح نحكي عنه في قادم الايام اول ما ينزل وايلا وانا يا صديقنا قد انتهينا من هذا الفيديو ومن هذه الافكار او الاخبار عن المسلسلات ان شاء الله يكون هاد الفيديو اعجابكم وانساعد لكم لا تنسوا اكيد اللايك على اشتركوا تحركوا في القناة وانساعد لكم مشتركين مشوفكم اكيد الفيديو القادم السلام عليكم